دي إحصائياتنا الأرقام مباراة الأهلي والإسماعيلي على فكرة الأرقام دي إحنا كنت بينها عندنا لكن هي متقدة أنا بقول لحضراتكم أنا واخدها أنا اللي أقصد أن أنا أعمل كده لأنه مهم جدا 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 أن أصدقائي وإخواتي يبقوا عارفين فؤون سبورتي يعني يبقوا عارفين اللي الكلام ده طالع من عندكم مش من عندي الإسماعيلي 49% استحواز النادي الأهلي 51% تزديدات 5 للإسماعيلي 3 للأهلي الرقنيات 7 للنادي الأهلي 0 للنادي الإسماعيلي التسلل هنا 0 الأخطاء 10 أربعة الكروت 3 إسماعيلي ولا كرت للنادي الأهلي إذن النادي الأهلي متفوق في كل الأمور فيما عدا التزديدات هنا 5 وهنا 3 فكل اللي أنا بقوله أنا بس حبيت أن أنا برضو أقول هذا الأمر لأنه لعبة النادي الأهلي تستحق أو أنا آسف شباب النادي الأهلي يستحق الإشادة يستحق إن هما يتقال عليهم كويسين وأيضاً النادي الأهلي محتاج إن هو ياخد حقه مش أكتر من كده أنا مش عايز حاجة تانية والله أنا كل اللي أنا عايزه إن النادي الأهلي ياخد حقه ما عنديش مشكلة بلعب ناشئين بلعب شباب بلعب براعم بلعب أي حاجة محتاج إن أنا أخد حق بس في التحليل ما يبقاش اللي طالع يتكلم يعني أنا دايماً بحب إن أنا لأنه أنا قلت الكلام ده الحقيقة اليومين 3 اللي فاتوا أو من حلقتين 3 قلت الكلام ده وكت أتمنى إن الناس تبقى واخدى بالها من هذا الأمر لأنه جمهور الأهلي ما بينساش جمهور الأهلي ما بينساش ودايماً بيتذكر فالنهار ده أنا طالع مبسوط كلنا مش أنا لوحدي كل جمهور الأهلي مبسوط مش بالنتيجة ولا حاجة في مبارات الإسماعيلي النتيجة بعدين هنتكلم عنها من الناحية الفنية